السلام عليكم ازيك يا شباب ان شاء الله النهاردة الفيديو دي عبارة عن مقدمة للدورة الجديدة وهي ابصار الالم على النصوص او كومبيوتر فيجن وستكست فييلا بينا تمام قبل اي حاجة ياريت لو سمشتركتش معنا في القناة تنزل تحت وتعالى مشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله نخش بقى في الموضوع ايه هو ابصار الالم على النصوص بص هو الفكرة ان بقيت الكرسات كلها والدورات اللي احنا عملناها على القناة كانت عبارة عن ان انت بتدخل البرنامج اللي عندك صورة او فيديو او اي حاجة وبعد كهو بيبدأ بقى يتعامل بحيث مسلا هو استخرج جزء معين من الصورة شبه الايد الوش الودان الكلام ده كله تمام او مسلا يعدل على الصورة مسلا يعالي الاضاء يوضط الاضاءة بتاعت الصورة الكلام ده كله تمام فالفكرة بقى ان مع المنصوص لا الفكرة ان انت مسلا هيبقى عندك مسلا مستخدم ولا البرنامج هيتديله صورة ماشي فيها مسلا صورة ورقة ماشي مكتوب عليها شوية كلام تمام فهو الفكرة ان هو يعمل اي؟ هيجي على الصورة دية واحددها تمام هيحدد الورقة اللي موجودة جوه الصورة دي حددها ويعرف هي موجودة فين بالزبط وكل حاجة تمام؟ بعد كده بعد ما يحدد الاجزاء دي. هيبدأ ان هو يعرف مكان النص فين. يعني هيبدأ يحدد النصوص بقى لموجوده جواه الورقة. تمام؟ يعني حاجة شابه كده بقى هو حدد النص هوت أو مكان تواجد النص هوت. تمام؟ بعد كما بقى انت ممكن تبدأ تستخرج النص الموجود جوا الصورة دي. ودي طبعا له تطبيقات رهيبة جدا جدا جدا. انت ممكن مسلا حتى بعد ما استخرج النص ممكن تحفظه في ملف. ممكن مسلا تعمل قاعدة ترتيب له. ممكن تستخدم مكتبات تانية بتعمل ملفات بدي اف تمام وهناك انت ممكن تستخدم الحاجات اللي انت تعرفت عليها او نصوص انت استخرقتها من الصورة عشان تحل المسائل الرياضية تمام يعني ايه يعني انت مسلا هتدوله الصورة هي تمام هتبدأ انت تعمل بقى المعاملات بتاعتك اللي هو مسلا وبينريت والكلام ده كله والحاجات دي كله احنا تكلمنا عنا في اوبن سيبيل مبتدئين تمام يعني لو انت لو نضيتك صورة ديت وبعد ما خلصت اوبن سيبيل مبتدئين ممكن انت تعمل الصورة شبهة ديت بالزبط تمام واحنا حتى عملنا الصورة شبهة قبل كده فالفكرة ان هو ياخد الصورة ويعمل على شوية معاملات يعني او معالجات كده وبعد كي يبدأ بقى يستخرج الحروف او الاجزاء الموجودة جوه الصورة ديت تمام طب ايه اللي هيحصل هو لما يستخرج بقى يبدأ ان هو يتعرف على الاجزاء ديت تمام يعرف اون اكس ديت عبارة على متغير اتنين ديت عبارة على مرفوع القس تلاتة هكذا يعني بعد ما تعرف الحاجات ديت يبدأ بقى ان هو يحل المعادلة الرياضية تمام فهو حتى لو مسلا كنت مستخدم انت متلاب قبل كده والحاجة متلاب في دلة مخصوص يع يعني دلة كده اسمها بتدي لها المعادلة اللي عندك تدي لك الحل في ساعة تمام ادي لها معادلة يدي لك الحل تمام ففي تطبيقات كتر جدا يعني مسلا مسلا على التطبيقات الموجودة عندك مسلا ممكن تلاقي تطبيق شبه مسلا تطبيق فوتوماس ماشي فوتوماس دي رهيب جدا يعني شوف مسلا لما بيجي اشتغل هو بيحدد اول حاجة الجزء اللي هو عايزه وبعد كي بيديك الحل اللون باللون الاحمر دي اللي هو الحل تمام فهو بيحدد الجزء اللي هو عايز يحله ويديك الحل تمام تعال معادلة معادلة تان كده مسلا اهو. تمام هو حتى دي بخط الايه بس مش هتفرق احنا ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله حتى لو بخط الايه ده نقدر نحن نستخرج الحاجات دي كلها ان شاء الله. تمام? فالفكر ان هو بيعرف اه دي شكل حرف وي دي بيسا ودي اكستر بي ايه نقص واحد تمام? فيفهم بقى. تمام ويدخل المعادلة للبرنامج اللي عنده او الكود اللي هو كاتبه الكود يطلع له الحل ويعرضه المستخدم هنا بالاجزاء دي كده. فرهيبة جدا وتطبقاتها كتير جدا جدا جدا. يمكن ان مسلا اه ناس شوية او مسلا مضغوط بسبب وقت الفيديو فهو ليه تطبقات كتير جدا انت ممكن مسلا تبحث بس عن كلمة تمام? مسلا او مسلا. تمام? تمام? او تعرف على الحروف هو دي الفكرة كلها والخلاصة بتاعت الموضوع كله. تمام? الالهام بتاعنا او الافكار اللي جاي بتاعتنا هتبقى جاي من برنامج اسمه كامس كنر. كامس برنامج روعة حرفيا تمام? فالفكرة انت بتصور له الصورة هو يبدأ بقى مسلا يحدد لك الورقة اوتوماتيك تمام? يعني الصورة اه هو هو صور الصورة هو تمام? وبعد كده بيبدأ بقى يحدد الورقة اوتوماتيك دي قريبة من مين? قريبة من الصورة بتاعتنا اللي هي ديت تمام? اللي هي الصورة ديت. شوف هو هنا بدأ يحدد الورقة اوتوماتيك تمام? فهو بقى في هنا هو بدأ هيحدد الورقة اوتوماتيك بعد ما يحدد الورقة هيبدأ ان هو يعمل ايه يحدد بقى الاجزاء اللي هو عايزة من الورقة بالزبط ممكن النقط ديت ممكن انت تتحركها تمام ممكن انت تتحرك اسال النقط ديت تمام وبعد كده بقى يبدأ مسلا يعمل عليها شوية معاملات مسلا هو يحولها لاب يد ويسود يخلل الكلام مسلا ظاهر اكتر الكلام ده كل رهيب جدا تمام لو انت ما استخدمتهش فانصحك انت استخدمه حتى تفرج على فيديوهات الناس يعني بتتستخدم كمس كده على الحاجة وتفرج عليه رهيب تمام فان شاء الله كدير يعني حاجات كتير من اللي احنا نستخدم ان شاء الله هيبقى جاية التطبيق ده ان شاء الله وبازن الله ممكن مسلا في الفيديوهات المستقبلية ان شاء الله نبقى نعمل لها مسلا واجهة مستخدم رسومية يعني حاجة شبه كده اللي هو برنامج على مسلا والحاجة انت هستخدمه له الزرائر ولو كل حاجة تمام بدل ما يكون الشغله كله في الترمن والحاجات ديات ان شاء الله. تمام? ودي شكل البرنامج ان شاء الله اللي هنعمله في الفيديو الجاي. تمام? فهو اول حاجة بيحدد الصور اللي عنده ويبدأ يحدد الاركان اللي موجودة فيها وكل حاجة وبعد كي يبدأ يدور الصورة بحيس ان انت كأنك بصص لها كده كأنها معروضة قدامك بالزبط واحد مسكها لك كده بالزبط. تمام? انما في الصورة الاصلية شوف الصورة الاصلية كيتعاملة ازاي كجاب من فوق كده وكجاب زاوية وانت مش شايف من بعيد حتى انت لو بصص من فوق مش هشوف حاجة. تمام? فدي البرنامج ان شاء الله اللي احنا نعمله فيديو الجاي. تمام? والطريقة ديك مهمة جدا جدا جدا. عشان انت مسلا تخلي الصورة واضحة. تخلي الصورة مسلا تحفز الصور اللي هي ماي اللي ديها تحفزها بتخليها مسلا مستقيمة كده شبه برنامج الكامس كنر لما شوفنا قبل كده فرهيبة جدا فلها تطبقات كتير جدا ان شاء الله. وبردك عشان تسهل علينا لما نيجي نستخرج منها للنص ولا نستخرج منها اي حاجة. فبس كن. يا رب الدورة دي تحجبك واستفان منها. ويا ريت لو انت عايز تدعم القناة باي مبلغ بسيطة هتلاقي تحت رابط تقدر تدعمنا منها. تمام? ويا ريت لو لسه مشاركوش معنا في القناة تنزل تحت وتعامل شراك وتفعل الجرس. ولعجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وشير مع اصحابك. واشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله. يلا السلام عليكم.